الانجاز العراقي الوطني الذي انتشر كالنار في الهشيم وحقق تفاؤلا كبيرا في اوساط الاقتصاد المحلي بعد اعلان هيئة النزاهة تمكن العراق وفق اجراءات قانونية من اختراق السرية المصرفية للبنوك السبسرية والاطلاع على محتويات خزينتها لملاحقة قوائم الهاربين المطلوبين على تهم فساد وتهريب اموال البلاد انجاز اعاد للاذهان حديث رئيس الجمهورية برهم صالح عن قضايا فساد خسر العراق بسببها الف مليار دولار من عائدات النفط وحدها وكشفه حينها عن اكثر من مائة وخمسين مليار دولار من عائدات النفط ذهبت الى خارج البلاد انجاز جعل اعلان هيئة النزاهة بمثابة انتصار في المعركة التي اعلنتها بغداد على ظاهرة الفساد وسرقة اموال العباد ويستمر التحقيق في اكثر من خمسة عشر تريليون دينار عراقي اوقفت هدر قرابة ستمائة وثلاثة واربعين مليار دينار منها جهود يشد العراقيون على يد هيئة النزاهة بالاستمرار والعمل عليها لحفاظ حق العراق المالي وملاحقة الفاسدين رئيس الجمهورية برهم صالح وفي وقت سابق من العام الماضي اعلن بداية مشوار الضرب بيد من حديد على الفاسدين والهاربين باعلانه مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة وتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد المالي اتقدم الى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون استرداد عوائد الفساد حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة اموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة جهود هيئة النزاهة اثمرت بعد جودة تقاريرها السنوية من حيث ملاحقة المطلوبين تعزيز اسم العراق في تقارير منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي بعد ان اعلن تحسنا واضحا وتقدما في تصنيف العراق بين دول العالم ضمن تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره المنظمة ترجمة نانسي قنقر